العسل غذاء ملكي شفاء لكل الأمراض وراحة لكل الأوجاع وطعام مستساغ للكبير والصغير وفيه عناصر غذائية لا تعد ولا تحصى من منا لا يحب العسل؟ في هذا الفيديو الجديد من قناة الساحر سوف نتعرف على صفات المخلوق العجيب الذي يمتج هذا النوع من الشراب اللذيذ الغني بكل عناصر الحياة تعالوا معنا لنكتشف مجموعة متميزة من المعلومات عن عالم النحل ينتمي النحل إلى مجموعة الحشرات ذات الأجنحة الطائرة وهي تحمل المنفع الأكبر للإنسان والمخلوقات الأخرى تضم أنواعا عديدة جدا تصل إلى عشرين ألف نوع تعيش في كل البيئات وكل أسقاع العالم باستثناء القطب الجنوبي لبرودته الشديدة يعيش النحل في تجمعات كبيرة وخلايا إلا أن بعض أنواعها تعتبر انعزالية نوعا ما لنحل وظائف عديدة أولها وأهمها إنتاج العسل وتحضيره بالإضافة إلى مساهمته في عملية تلقيح الأزهار عندما تتنقل النحل من زهرة إلى أخرى خلية النحل بمثابة مملكة معقدة تضم عدة أنواع من تلك الحشرة أهمها الملكة إذ تحوي الخلية على ملكة واحدة فقط تعتبر أكبر النحلات حجما وطولا بسبب تضخم مبايضها تنافس الملكات بعضها بواسطة أداة لسع تستخدم عدة مرات وظيفة الملكة تتجلى في وضع البيوض ضمن فتحات سلاسية الأعين مخصصة لذلك داخل الخلية ما عدى الملكة فإن المتبقي ضمن الخلية إما عاملات أو ذكور العاملة تعتبر أهم أعضاء الخلية تمتلك جسما صغيرا مقارنة بغيرها وهي ذات أجنحة كثيفة تغطي معظم جسدها فمها خرطومي طويل يساعدها على امتصاص رحيق الأزهار كما يساعدها على تنظيف مكان وضع بيوض الملكة تقوم العاملة بتلقيح الأزهار عبر أرجلها الخلفية أما الأمامية فتستخدمها في تنظيف قرون الاستشعار الخاصة بها كما إن هذه العاملة تملك أداة لسع مدببة في نهايتها تختلف عن تلك التي تمتلكها الملكة بأنها تموت عند اللسع نظرا لفقدانها جزءا من البطن تعيش العاملة حياة الكد والعمل لمدة ثلاثة أشهر بينما يبلغ مجموع حياتها حوالي سبعة أشهر متضمنة فصلي الراحة الصيف والشتاء وتتواصل النحلات فيما بينهن بلغة خاصة تسمى لغة النحل الفرد الأقل نفعا وحاجة في خلية النحل هو الذكر ينحصر دوره في تلقيح الملكة ولذلك تقوم خلية النحل بالتخلص من الذكر عند انتهاء موسم التزاوج بعد ان تضع الملكة بيوضها في التجاويف المخصصة لذلك تفقس تلك البيوض بعد ثلاثة أيام لتعطي يرقى صغيرة عديمة الأرجل هنا يأتي دور العاملات لتغذية اليرقات بما يسمى الغذاء الملكي مدة ثلاثة أيام أيضا وتستمر بتغذيتها بما يسمى خبز النحل حتى اليوم التاسع وفي غضون أسبوع إضافي تبدأ النحلات الجديدات بالمشاركة في الأعمال داخل الخلية من تنظيف وتحضير للغذاء والطعام تخرج النحلة إلى الهواء الطوق لتبدأ بجمع الرحيق بعد يومها الثامن عشر تعتبر عملية صنع العسل معقدة حيث تبدأ بقيام النحلات العاملات خارجا بجمع رحيق الأزهار في معدتها وحبوب الطلع على أرجلها الخلفية بالإضافة إلى الماء اللازم لتكييف الخلية تجمع النحلة في الجولة الواحدة حوالي أربعين ميلي جراما من الرحيق وخمسة عشر ميلي جراما من حبوب الطلع وبعد وصول نحلة الحقل إلى الخلية تقوم بسكب محتواها من الرحيق في الأعين السداسية ويترك إلى أن يصل تركيز السكر فيه إلى 85% ثم يغطى من قبل عاملات الخلية أما حبوب الطلع فتكبس من قبل أرجل العاملات في أماكن مخصصات دون تغطيتها وبذلك تكون عملية صنع العسل من اختصاص العاملات يمثل النحل بخليته وتقسيم أعماله أبهى صورا للتعاون والنشاط والحيوية فلا نجد أي نحلة متوقفة عن العمل سواء كانت صغيرة أم كبيرة باستثناء الملكة جميع أعضاء الخلية مسؤولون عن تنظيفها وتحضير العسل وغيره من الأغذية ولذلك يضرب المثل بالنحلة في النشاط فيقال نشيط كالنحلة يسعى الكثير من الناس إلى العمل في تربية النحل على الرغم من أنها مهنة شاقة ومتعبة وتتطلب الكثير من المهارة والخبرات إلا أن هذا مردود مادي جيد في البداية يجب الاعتناء بمكان تربية النحل فللحصول على مردود جيد يجب اختيار موقع قريب من الأشجار والأقحوان كمصدر جيد للرحيق إضافة إلى ذلك يجب أن تتوفر بالقرب من النحل مياه يفضل أن تكون موحلة لكي تحتوي على معادن إضافية من التربة مع الانتباه إلى ضرورة وضع الخلية في مأمن عن الحيوانات أو اليد البشرية المخربة كما يجب وضع خلايا النحل فوق سطح الأرض بنصف متر على الأقل هناك الكثير من الطرق للبدء بعملية التربية منها احتجاز بعض النحل البري الذي لا يملك مأوى إلا أنه خطر نوعا ما للمبتدئين أو اقتناء خلية جاهزة من نحال آخر مع ضرورة التأكد من خلوها من الأمراض أو عن طريق الحصول على صندوق يزن عشرة أرطال يحتوي على ملكة واحدة قابلة للتزاوج وعشرة آلاف نحلة عاملة يجب أن يتوفر لدى مرب النحل العديد من الأدوات مثل المدخن لقمع النحل وقناع وقفازات لحماية الوجه وشفرة حادة وصلدة وهي أداة لفصل الإطارات وغيرها من أجزاء الخلية سكين لفتح خلايا النحل وصفائح من أجل استخراج العسل من خلايا النحل اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بنشاط النحل وعالمها المنظم وهل أنتم من محبي العسل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر